الحاجة المهمة كمان اللي عايز يعني نقفل القص بتاعها الحقيقة قصة الدكتورة سارة أبو بكر مصطفى اللي هي توفيت في مستشفى المطرية في حمام سكن الطبيبات في مستشفى المطرية الحقيقة احنا معنا شهادة الوفاة بتاعتها وشهادة الوفاة بتقول انه سبب الوفاة توقف القلب اهي دي شهادة الوفاة بتاعت الدكتورة سارة أبو بكر مصطفى السيد ده اسمها الكامل مكان الوفاة مستشفى المطرية وسبب الوفاة توقف القلب كويس دي شهادة الوفاة طلعة كم كانت الحكاية انه احنا مش عايزين حد يستبق الاحداث يعني مش عايزين المستشفى تقول لا دي وفاة طبيعية ومش عايزين جهة أخرى أهلاها مثلا أو النقابة أو الأطباء يقولوا لا ده مسك كهربائي وده إهمال ما كناش عايزين حد يستبق الاحداث أنا قلت الكلام ده هنا وقلت يا ريت نبقى مستنيين التقرير الطبي التقرير الطب الشرعي الناس اللي هتفحص الجثة وتقول لنا فيه إيه فدي شهادة الوفاة زي ما وردت لحضراتكم كده وموجود فيها سبب الوفاة توقف القلب بس هو توقف القلب أكيد ليه سبب يعني ليه أسباب أقول لحضراتكم مثلا احنا معانا يعني تقرير أولي اللي هو تقرير فحص الجثة الأولي اللي هو ده طلب بيقول ايه ده من مكتب صحة المطرية أول بيقول إماءا إلى خطابكم الموجه إلينا بمحضر رقم كذا ده سيد مأمور اسم المطرية محضر رقم كذا إداري المطرية توجهنا للكشف الطبي على المتوفية لرحمة مولانا سارة أبو بكر مصطفى السيد وجدنا أن الجثة في العقد الثالث من العمر بها إصابات في الجانب الأيصر عبارة عن خدش في الفخزين وجرح صغير في الإبهام ويوجد حرق أسود في الفخز ولا يوجد كسور أو سجحات والجثة في حالة تفحم ظاهر والأمر مطروك للنياب يبقى إذن الثاني هو هقول لحضراتكم الأول كشف الكشف الظاهري اللي هو طالع من مكتب صحة المطرية ومكتب صحة المطرية قال في الآخر أنه يعني يزيب المسألة للنياب بس واضحة هو من الكشف الظاهري على الجثة الجثة أنه وجود إصابات في الجانب الأيصر من الجثة ووجود خدش في الأنف وجرح قطع صغير في الإبهام وحرق أسود في الفخز ولا يوجد كسور أو سجحات ومضيفا إبقى أنه دي مهمة أن الجثة في حالة تشنج ظاهر كويس؟ تشنج ظاهر النيابة بدأت تستمع لأقوال الطبيبات أو الطبيبة اللي اكتشفت الحالة فقالت أنه هي لما شافت الجثة لقيت أثار حروق ورجحت أنه هذه الحروق تكون نتيجة عن سعق كهربي ونيابة بدأت تستدعي الطبيبات الأخريات هنا إحنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في حاجتين الحاجة الأولى أنه إحنا كمجتمع مفروض نصل إلى درجة من النطج والرشد كلنا بالمناسبة كلنا مع بعض يعني مش بقول أنت تصل إلى درجة من النطج لا إحنا كلنا نصل إلى درجة من النطج لما يبقى فيه حاجة زي دي نستنى اللي هو إيه؟ ده يسارع أنه لأ ده عادي عشان تبرق نفسك الثاني لأ ده مش عادي عشان يدين الطرف الآخر ونوصل في النهاية إلى حالة من العبس يعني الكامل اللي هو مش هيوصلنا لنتيجة ربنا يرحم سارة أبو بكر طبعا ويتولى برحمته عانت في الدنيا يعني وكان المشهد الأخير لها في الحياة مشهد مؤلم وإذا كان هناك خطأ سيسبت بعد ذلك ويتأكد يبقى فيه إهمال حاصل لازم حد يتحاسب وأنا كمان بقول سارة جات في الوقت المناسب إن احنا هنفتح يمكن الأسبوع اللي جاي طول الأسبوع اللي جاي هنحاول نصلة الدوق بقى بشكل واضح على الأطباء وإيه اللي بيحصل لهم وإيه مشاكلهم هيبقى معنا هنا أطباء في السوديو هنفتح تليفونات للأطباء وأنا أرجو أن الناس تقول لنا لأنه كذا يعني ممكن خلال الأسبوع هنتكلم هيبقى ده قضيتنا اللي على مائدة النقاش إن شاء الله وأنا بدعو كل الأطباء يدخلوا على صفحتنا على صفحة الفيسبوك بتاعة البرنامج ويكتبوا لنا مشاكلهم يكتبوا لنا تجاربهم أنا بقول لحضراتكم بوضوح مبارح لما الدكتور هشام دخل معنا وتكلم بوضوح وقال فيه مشكلة والأطباء بيهربوا وبيهجوا وفي لقيت بعض تعليقات عنده أنه ناس بيقولوله أنت لازم تخاف وأنه ده ممكن كمين ويعملوا يا جماعة والله العظيم هذه البلد يعني الناس بس ما بتجربش نتكلم فيها بحريتنا عن المشاكل بهدف علاجها هو ده المقصود يعني الناس أنت تخاف إمتى لما تبقى عندك اتجاه تخريبي للبلد لا لازم تخاف يعني وتخاف جدا كمان يعني إذا كنت أنت بتتكلم أو بتتناقش أو بتطرح رأيك اللي هو معارض أو رأيك اللي هو فيه نقد أو رأيك اللي هو بتقول الكلام ده مش عجبني وأنت تبغي الإصلاح بتشور عليه عشان يعني الناس تصلحوا أهلا بيك في الإعلام وغير الإعلام أنا بقول الكلام ده وأنا أعرف ما أقول لكن هي المشكلة في إيه إنك تيجي مثلا الأطباء يجيوا يكلموا عن الأزمة وكأن أنت بتسخن الناس وينزلوا ويعملوا معادش وقت لده فإحنا هنفتح إن شاء الله أسبوع للنقاش بعتولنا على صفحتنا أفكاركو حلول للأزمة يعني نبقى مجتمع راقي ومتحضر وبيتناقش